اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا حافظت على هدوءك ووجهت الاحداث الصعبة فما راح تدوم وما راح تسبب لك خسائر مهمة اهتم بصحتك وحافظ عليها برج الجوزاء اليوم نهار مناسب تتهرب من ضغط الحياة اليومية وترتاح تهتم بحالك تنسى المسئوليتي اللي عليك وبتقوم بنشاطات ترفيهية مع المؤربين منك بس انتبه على وضعك المادة وخفف مصروفك برج السرطان الفترة القادمة راح تكون فترة اختبار مهمة فاتعامل معها بتفاقل ووسق بامكناتك الزيتية ما تتأثر بقراء الآخرين وما تخليت بعدك عن متأدقتك ولاقي الحجاج المؤيدة لمواقفك بهالطريقة راح يكون عندك فرص لتحسين الأمور برج الأسد مهنيا اليوم بتبين عن قوة وبراعة واندفاع بالعمل ومفاجئات كتيرة بتصير بحياتك الشخصية اذا كنت مبلش بعلاقة مع شخص جديد فالأمور بتتطور بطريقة سريعة كتير ما كنت توقع بصاب حظك الحلو برج العبراء قوتك وحكمتك بيدفعوا الناس للرجوء إليك لطلب المساعدة والدعم استخدام طاقتك لمساعدتهم بس ما تنسى أهدافك لأنك بتمتلك القوة اللازمة لتحييقه أما بحياتك العاطفية فلازم تتنازل عن بعض الأمور لتنجح علاقتك بالشريك برج الميزين اليوم ناجح بعملك حتى ولو رأسائك ما أدروا لك جهودك ونجاحك انتهى وقت التردد والكسل طاقتك ما إلى حدود اليوم أحباك بحاجة لمساعدتك فكون حد ودعم عاطفياً لوقت مناسب تتلاقي الحب الحقيقي وتعيش تجربة عاطفية مميزة برج العقرب رح تحصل اليوم على كتير من الاهتمام بالعمل فتعاون ضمن الفريق عم بيخليك تتعلق بمهنتك وتحبه أكتر قوم اليوم بشيء ما أنه عادة مع أصدقائك فأنت بحالة مزاجية جيدة برج القوس اليوم نهار روتينة بانتهاز ما بتقوم بأي شي جديد وبتشتغل على تعزيز علاقتك مع أصدقائك وزملائك شغلك بيلك أمر بخص صحة أحد مقربين منك ما تهموا للموضوع خليه راجع طبيب ويلاقي حال سريعاً برج الجدي اليوم بتظهر بعض المشاكل رح بتواجه بعض المواقف يلي ما بتقدر تتغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور تخلص من كل شي قديم ومعروف وتطلع على كل شي جديد ما تلوم الآخرين فمن الممكن أنك تكون أنت ارتكبت أخطاء كمان برج الدلو قدر اليوم تشتغل بتركيز وجهد ومسابرة فرج المسؤولين عنك أنك قدل المسؤولية وجدير بالمركز زي اللي وصلت له وأنك قدر تحقق تقدم ونجاحات كتير نوصل لآخر برج برج الحوت ما تخلي خيبة الأمل تيأسك فعلى الرغم من كل الخطط سلاحة طيطة ما رح تقدر تحقق كل الأمور خليك واقعي وخطي تنجديد ورجع التفاقل لحياتك ما تواجه الأمور بقوة وعصبية لأن بهالطريقة رح تنقلب صلباً عليك بالنسبة لعملود اليوم فهو مزاجة وعنيد اجتماعي وبيحب يتحور مع الآخرين بيتعلم كتير من أخطائه من التجارب يلي بيمرؤ فيها زكي وواقعي والكلب يطلب مساعدته برأيه متعلق ببيته وأوليده كتير وبيعرف كيف يقصم وقته بين حياته المهنية والشخصية من موليد اليوم ممثل ومقدم برامج الأمريكي ماريو لوباز أولد ماريو عام 1973 بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأ مسيرته المهنية من خلال تمثيل بعدة مسلسلات من أهمهم سيف باديبال عام 1989 إلى جانب التمثيل يم أيضاً بتقديم برامج منهم The X Factor Dancing with the Stars هيدا كان كل شي لليوم مشاهدينا برايك صغير ومن كافة من بعده MTV Life